فشل جديد لمسلح حفتر عقب محاولاته متقدم باتجاه العزيزية تحت غطاء جوي مكثف حيث أعلنت قوات الوفاق السيطرة على كامل منطقة بيرعلاق وفرار قوات حفتر ومن معهم من المرتزقة الروس عقب معركة طاحنة وفق وصفها مراسل ليبيا الأحرار أكد استهداف ضايران الوفاق لتمركزات مسلح حفتر في محور السبيعة فيما أفد الناطق باسم قوة مكثحة الإرهاب عبد الباص التيكا استمرار الاشتباكات في محور السبيعة المكتب الإعلامي للعملية قال في تصريح صحفي يوم الاثنين إن سلاح الجو نفذ عدة ضربات دقيقة استهدفت تجمعات لقوات حفتر بينهم آمر محور السبيعة عبد الحكيم مجيدش المتهم بقتل عضوي دار الإفتاء الشيخ نادر عمراني من جهته قال القائد الميداني بمحور السبيعة حسام حسي لليبيا الأحرار قال إن الطيران التابع لحفتر نفذ سبع ضربات على تمركزاتهم مؤكدا صدهم للهجوم واستمرار تمركزات كافة الأطراف في مواقعها وأن ما يعرف بمثلة بير علاج بمنطقة السبيعة لا يزال تحت سيطرة قوات الوفاق وفي تطور جديد أكد آمر محور العزيزية علي عاشور أن مسلحين من الجنسية الروسية يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة قاموا بتصفية مواطن وزوجته وإصابة أحد أبنائه بعد اختحامهم لمنزلهم في القرب من منطقة بير علاج مشيرا إلى أن قوات الوفاق قامت بإسعاف المصاب في أحد المستشفيات الميدانية ونقل الإبن الآخر إلى مكان آمن وفق قوله تكثيف مسلح حفتر الهجوم من محور العزيزية يفسره عسكريون على أنه يأتي لفتح خط إمداد بين العربان والعزيزية من أجل استمرار العدوان في جنوب ترابلس في ظل فشل مفاوضات أجراها وفد محسوب على حفتر مع أعيان بني وليد لجعل بني وليد خط إمداد له وهو الأمر الذي قابله الأعيان بالرفض بحسب مصادر خاصة للأحرار ورغم محاولة مسلح حفتر التقدم في أكثر من محور منذ أكثر من أسبوع دون أي جدوى في محاولة منهم لتحقيق نصر معنوي إلا أنهم باتوا يعتمدون على الغطاء الجوي الأجنبي والمسلحين الأجانب تستخدمهم بشكل مكثف في ظل قدرة قوات الوفاق على الحفاظ على تمركزاتها وصد هجمات مسلح حفتر ترجمة نانسي قنقر